وصول عدوى الانقلابات والفوضى الأمنية إلى النيجر شكل خطراً دولياً مختلفاً ومقلقاً من انفلات زمام الأمور وتدهور الأوضاع الأمنية وتحول البلاد إلى بؤرة آمنة لتنظيمات إرهابية التي تراقب الوضع هناك بحذر. وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع في النيجر فرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس خلال قيمتهم الطارئ الأحد عقوبات على قادة النيجر العسكريين الذين نفذوا انقلاباً على رئيس البلاد محمد بازوم تضمنت حذر سفر وتجميد أصول على المسؤولين الضالعين في الانقلاب. قادة إكواس تعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري إذا لم يعد بازوم للسلطة خلال أسبوع فيما أوقفت المجموعة الإفريقية جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها إضافة لتجميد الأصول النيجرية في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها. وفي سياق متصل قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح البلاد في النيجر سيتبعه رداً وصفته بالفوري والحازم من فرنسا وذلك على خلفية احتجاجات مؤيدة للانقلاب خارج السفارة الفرنسية في نيامه. وأعلنت فرنسا في وقت سابق تعليق كل المساعدات التنموية عن النيجر مطالبة سلطات الانقلاب بالعودة إلى النظام الدستوري وتسليم السلطة للرئيس المخلوع وذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون. ترجمة نانسي قنقر